يوم دام جديد تشهده الأراضي الفلسطينية فعلى عكس الرهانات الإسرائيلية بهبوط حدة المواجهات مع مرور الوقت ها هي خارطة المواجهات تتسع لتضم كافة الأراضي الفلسطينية اليوم الشباب كلها نازلة من وراء الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذوها بحق شعبنا يعني إعدامات لشباب شعبنا شباب عمر الورد بموت بدون أي سبب يعني أنت بيجي جندي صهيوني زي مبارك بيعدم بنت بنص العفولة بيعدمها بيطلق عليها النار طب ليش في طول كرم شمال الضفة الغربية واجه طلاب جامعة فلسطين التقنية القوات الإسرائيلية التي اقتحمت حرم جامعتهم وأوقعت عشرات الإصابات بالرصاص الحي وفي نابلس اتجه مئات الطلاب من جامعة النجاح إلى حاجز حوارة واشتبكوا مع الجيش الإسرائيلي الذي قمعهم بالرصاص الحي مصيبا خمسة وثلاثين منهم وفي الخليل اعتدى الجيش على المشيعين في جنازة الشاب إبراهيم عوض فأوقع ما يزيد عن خمسين إصابة منها أربعة بالرصاص الحي وعلى المدخل الشمالي لمدينة رامالله أسفلت المواجهات مع الجيش الإسرائيلي عن إصابات ثلثها بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرات الإصابات بالغاز التي كان لنا طاقة موسكاينيوز نصيبنا منها التصريحات السياسية الإسرائيلية والتي تدعو إلى التهديئة وضبط النفس تتناقض مع الواقع على الأرض الذي يشهد ازديادا في حدة التوتر نضال كنياني سكاي نيوز رامالله ترجمة نانسي قنقر